يعني هو الموقف الذي رسمته الروايات الشريفة في هذا الشأن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الباطل أو في أهل الريب مثلا إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم يكتبوا الله لكم بذلك الحسنات ويرفعوا لكم به الدرجات والآخرة نعم وإلى غيرها من روايات وأحاديث حددت أنه لا بد أن يتعامل مع المنحرفين بشكل عام بتعامل يعزلهم عن المجتمع ولا يجعل لهم اعتبارا وكرامة عند العوام حتى لا ينخدع بهم أحد ولا يغتر بهم أحد نعم وهذا للعلم بحث موجود في الفقه يعني بالإمكان الرجوع إلى بعض المتون الفقهية فإنها حددت الوظائف التي ينبغي العمل بها في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر